قالت مصادر مالية أن ميليشيات الحوثي أقرت إجراءات تمكنتها من نهب رواتب أكثر من 2 مليون موظف لأكثر من 6 سنوات بمبلغ إجمالي يقدر بأكثر من 12 رليون ريال يمني وقالت المصادر أن ما تسمى بوزارتي المالية والخدمة المدنية في حكومة الميليشيات الحوثية غير المعترف بها دوليا نفذت ما يمكن وصفه بأكبر عملية نهب لمرتبات الموظفين اليمني لأكثر من 6 سنوات منذ فبراير عام 2018 وحتى ديسمبر 2024 بواقع 180 مليار ريال شهريا وبحسب المصادر فإن هذه الإجراءات تمت بالتعاون مع بعض أعضاء مجلس سنواب المنحل في مناطق سيطرة الميليشيات بعد التزام الميليشيات لهم بصرف جميع مرتباتهم خلال عملية الصرف القادمة مطلع العام تأتي هذه الإجراءات لتضاعف من حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان المناطق المحتلة الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وتظهر مدى استهتار الميليشيات بقوة المواطن اليمني وحقوق الموظفين المدنيين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة